منذ أكثر من نصف قرن ونقابتا الصحافة والمحررين تتربعان على عرش الإعلام بحماية من قانون المطبوعات فجأة وجدت النقابتان أنهما في مواجهة قانون يلغي حقوقهما وامتيازاتهما الاقتراح جاء من جمعية مهارات تبناه أعده أن نائب غسان بخيبر وتتابع لجنة الإعلام والاتصالات درسه كل ما يعزز دور النقابات نقابة محررين نقابة الصحافة مصالح الجسم الإعلامي الصحافي بالتحديد نحن معه لهذا التعزيز إذا في حقوق لأصحاب امتيازات بالتأكيد نحن لسنا في وارد أن نلغي أي حقوق نقابة الصحافة قاطعت اجتماع اللجنة فيما نقابة المحررين حملت إليه مذكرة بملاحظاتها ونحن شددنا أكثر ما يكون على وجوب أن يكون كل مدير مسؤول منتمع إلى نقابة المحررين أي كل مدير مسؤول لأي مطبوعة تصدر يجب أن يكون مسجلا على جدول النقاب نقابة الصحافة كانت شاركت في دراسة اقتراح القانون المقدم من لجنة تحديث القوانين والرامي إلى تعديل قانون المطبوعات ووضعت عليه تعديلاتها ولكنها تقاطع اقتراح مخيبر ووفق عضو مجلس النقاب أحسين قطيش أن في هذا الاقتراح إلغاء للمطبوعات السياسية وغير السياسية والامتيازاتها وأعداما لنقابتاء الصحافة والمحررين هني ما عندهم امتيازات عندهم ترخيص وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون لحد عنده امتياز بموضوع بحرية رأي وتعبير وما في إلى أحد أن يطالب بتعويض عن قانون بحق النفع العام للجميع نقابة المحررين تطرد على مسألة أنه المدير المسؤول يجب أن يكون على الجدول العام منقول أنه ثلاثة ربيع الصحفيين هني خرج جدول العام ليش ما بدي أمن مصلحة الآخرين كمان 110 هو عدد المطبوعات السياسية وحوالى الألفين هو عدد المطبوعات غير السياسية وقل منها تصدر وتعمل هي اليوم أمام قانون تعتبره إلغائيا لآخر امتيازاتها بعدما اشتاحها الإعلام المرئي والمسموع ومن ثم ثورة المواقع الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر